بداية الكيسنج هيد او الستارتر هيد او اكتر مصطلح دارج في عملية في الاكويمنت دي كاسم اللي هو البرادن هيد او بنسميها ساعات الكيسنج هاوسنج او اللور كيسنج هيد او السيكشن اي وهي اول جزء بنلحمه او بنعمله ويلدنج في الكندكتور بايب وهو الكيسنج هيد هو الجزء الاخير اللي انا شايفه ده الكيسنج هيد هاوسنج هي اول هتركب بعد الستارتر هيد هتكون حاجة من اتنين لاما هتكون يعني لها وهتتربط في الكندكتور او الكيسنج الموجود واما انها بتكون في الكندكتور بتشتغل كاول حاجة انكورنج لي البلو اوت بريفنتر اثناء الحفر هتبقى سابورت ليه النكست كيسنج هيد اللي هتيجي بعديها هقدر ان انا عمل لها انستوليشن عن طريق استاد هقدر ان انا ابني فوقها كل الويل هيد اللي جاي وهتعمل لي سيلنج ما بين الانيولاس اللي هيكون ما بين الكندكتور والسيرفس كيسنج تثبتها في الكندكتور بشكل من اتنين لاما بشكل السليبون انها بتتلحم في الكندكتور بايب وهنشوف الموضوع بيتم ازاي او انها تكون سريدد وبيكون عندي في سريد موجود في الكندكتور بايب او بعمل سريد في الكندكتور بايب ودي بتكون الفيميل بتاعته وتتلحم بتتلف بتتربط وبتاخد طورته معايا طيب البودن كونيكشن زي ما قلت لاما سريدد طيب اهو لاما الويلد الطيب لاما سليب طيب سليب طيب دي نهاية تلكة بي ستارتر هيد طيب الاجزاء بتاعتها زي ما احنا شايفين في سيل المنت موجود تحت خالص اهو في رابر سيل او الاستمر بعد كده هي بتنزل وبعمل لها الحام تحت في الكندكتور بايب زي ما انا شايف اللحام الموجود هنا السيل المنت بيعمل سيلينج حوالين الكندكتور وي عن طريق تست بورت ببا ان انا اعمل تست على الجزء ده عندي الجزء الجواه ده بنسميه الهانجر بول الهانجر بول ده المفروض ان هو هيحصل فيه سيتنج لي هانجر هنشوف شكله بعد دقيقة وعندي فيه ما سميت بنسميها اللوكداون سكرو دي بنربطها بعد ما بنسيت الهانجر اول ما الهانجر بينزل يزبط في الجزء ده الهانجر بيزبط هنا ببدأ ان انا اربط اللوكداون سكرو فانا كده عملت احكام او تايتن لي الهانجر طيب الكيسنج هيدز بول هي الجزء التاني من الويل هيد ودي شكلها زي ما انا شايف اهو بيكون لها من فوق ومن تحت فلانجز بمصامير وبتتركب على الكيسنج هيد الاولانية زي ما انا شايفها اهو تمام الفونكشن بتاعتها انها هقدر ان انا اعمل اكوميديشن لي الهانجر جواها بعمل اكتاش لي الويل هيد يعني ببقى ابني الويل هيد عليها الويل هيد بيتبني فوقها الهانجر بتاعت الكاف فوقها ونفس الاسامي بتاعت كل حاجة هي اللي موجودة هناك ده نفس الشكل بتاعت ده الهانجر الهانجر ده عبارة عن من تحت بتركب فيها مصورة الكوندكتور بتبقى الكوندكتور بينزل اه مصورة الكيسنج الكيسنج بينزل يهانج بيتعلق جوة الكيسنج هيد بالشكل انا شايفه ده وبيكون فيها في الجزء الخارجي وببدأ ان انا ده هشوفه بعد دقيقة ببدأ ان انا اربطه فبيبدأ ينزل يعمل في الجزء ده كمام يبقى كده الكوندكتور اول حاجة حطيت عليه او الجزء اللي هو الويل هيد الاساسي بعد كده هبدأ ان انا اركب الكيسنج هيد الاولانية وبتتركب بسرد في الكيسنج الاولاني خالص اللي هو بعد الكوندكتور على طول اللي هو السيرفيس كيسنج واخيرا البرودكشن كيسنج هيكون هو بداية ان انا اسيده على هانجر عند الهانجر نوعين اسليب طيب هانجر وماندرل طيب السليب طيب هو الشكل اللي احنا شايفينه والماندرل هانجر ده هانجر بس اخدمه في حالة ان انا عاوز انزل يعني هم منوعين مختلفين لكن هو بيامبروف الانيولا السيل لان السيل الموجود فيه تحت هنا بيكون اقوى شوية ده الشكل يعول حقيقي اللي هو الماندرل طيب وده شكل السليب طيب تمام كيسنج هانجر زي ما قلت ان خلاصة اهو انا كده سيدته جوه الكيسنج هيد بالشكل اللي انا شايفه ده بالزبط ده ماندرل طيب هانجر سيدنا بيه السيد جوه كيسنج هيد بعد كده هيجي التيوبينج بقى هو اللي انا هسيجته بعدين فيبقى عند التيوبينج هيد الاول لانها يعني حاجة شبه الكيسنج هيد بتيجي تطربة عشان تكمل سلسلة الويل هيد التيوبينج هيد ده هو اللي انا هركب فيه هو ده كل هيد منهم بيكون راكب عليها فالف كده عشان ان هو يقدر ان انا نتحكم به في الانيولاس اللي موجود ما بين كل مصورة ومصورة يعني اعمل في تيوب والتيوبينج اهو فيبقى فيه بينهم الانيولاس اللي هيقدر ان هو يقولي الضغط جوه الانيولاس ده والفلول جوه هو اللي بيبقى متصل به الكيسنج هيد الكيسنج التاني ما بين الكيسنج والكيسنج ما بين البروتكشن ومبين الكوندكتور مسلا يكون عندي فيه تاني. وبيكون لي بورطات معينة. طيب برضوا الشكل بتاعهم وزي ما قلت انا عندي فيه هو ده اللي انا بعمل بالزبط ده هو ده كده بالزبط الشكل ده اهو بنسميه ساعات الهنجر بينزل يحصله ست جوه ويقفل لما بربطه بيبدأ ان هو يدخل في جروف معين هنا يحكم لي الهنجر بحيس ان هو في الهنجر. طيب في نفس الوقت انا عندي فيه اللي هيبقى نازل عشان بيعدي من جوه ومن جوه الهنجر بيبقى له بورط خاص كده زي ما انا شايف اهو اهو انا بتكتب هنا اه اه كنترول ده بيبقى مصورة صغيرة خطرة تقريبا طمنا بوصة او ربع بوصة اه بتوصل على هيدروليك كنترول يونت على السيرفز ببدأ ان انا اضغط ضغطه جواها الضغط ده يبدأ يتنقل لحد زي ما انا شايف كده بلفه على الهنجر وبينزل من الهنجر يعدي جوه لحد ما يوصل ليه زي ما انا شايف اهو تمام؟ ده اخط كنترول لاين طيب انا عندي فيه نوع من الهنجر بسميه دول تيوبينج هنجر وده لو انا بستخدم اتنين تيوبينج في البيل لو بنتج من مالتي زون او في عندي مالتي كومبليشن جوه البيل في اكتر من تيوبينج موجود في كل تيوبينج بيكون ليه اه كل تيوبينج بيكون ليه اه جزء في الهنجر او جروف وبرضو فيه انواع معينة بعمل في حالة الاس بي يعني بيكون عندي فيه كابل اللي هو هيكون معدي من جوه الهنجر عشان ينزل ليه زي ما انا شايفه اهو بيكون معدي من جوه ومن ومن الهنجر ده شكل بتاع الاس بي اللي هو اللي هيكون فيه جروف الكابل بتاعة الكهرباء تمام؟ ده بالزبط هي كده او الهد بالاكويمينت المختلفة بتاعتها بالاشكال المختلفة التيوبينج هيد ادابتورة هو عبار عن الغطة اللي انا هقفل به التيوبينج هيد وهبدأ ان انا اعمل كونيكشن على الاسطاد اللي فوق ده المساميد دي هبدأ ان انا نربط بيها نربط عليها ال الولهد او الكراسماس تريد كمام؟ المساميد دي هي حلقة الواصل بتنقلني ما بين الفلانشة الواسعة بتاعت التيوبينج هيد ويتوصلني لي الاسطاد اللي انا هركب عليها ال اكس ماس تريد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة